ما حصل له لأي حاجة فجلوا سعنينا وباعوا كل شيء على مقربة من تجارة الحرب وتجارها نشأت تجارة أخرى وإن كانت لا تختلف عن سابقتها في المكسب ونوع الجريمة حيث ازدهر الطرق الإدشار بالمواد الإغاثية والمعونات الإنسانية وهو ما كشفت عنه تقارير الراصدة أن هناك سوقا سوداء لبيع مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة لليمنيين التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أكد بيع المساعدات الإنسانية في الأسواق بعد السيطرة عليها من قبل نافذين ثم بيعها للتجار وهي سوق بحسب التقرير موازية للسوق السوداء لبيع المشتقات النفطية التقرير أورد العديد من التفاصيل منها أن تجارا أكدوا أن المساعدات الإنسانية المقدمة كإغاثة للمتضررين والنازحين مثل القمح والأرز والزيت الطبخ والفرش والبطانيات تباع لهم بطريقة ممنهجة وبتنسيق مع بعض القادة الحوثيين الذين يستولون عليها في الوقت الذي يفترض أن يتولوا بأنفسهم عملية توزيعها على المحتاجين وبحسب ما ورد في التقرير فإن ميليشيا الحوثي تحتجز المساعدات الإذائية وتحول دون وصولها إلى وجهتها وفي أحيان كثيرة تقوم بمصادرتها من ذلك على سبيل المثال 64 قاطرة محملة بالمساعدات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي كانت في طريقها إلى تعز حيث رفضت الميليشيا السماح لها بالمرور الوضع الإنساني في اليمن يشهد حالة خطيرة من التردي وسط تحذيرات أممية من شبح مجاعة يضرب البلاد وكارثة إنسانية وشيكة تهدد ثلث سكان اليمن وتحديداً تهام وتعز والبيضاء وبحسب حقوقيين فالحرمان المتعمد من الغذاء أو مصادره يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية اشتركوا في القناة